بسم الله والابن والروح القدس اللي إلى الواحد أمين شغلتني آية حستها مرتبطة بموضوع الميل التاني بدرجة وكانت في عز علاقة يعقوب ربنا لما ربنا قال له جهت مع الله والناس وغلبت تعالوا نسمع الحكاية بعدين نفكر فيها ونطبقها على نفسنا لأنها فرقة قوي في حياتي يعقوب من مستوى لمستوى تاني خالص وده موضوعنا الأكسترا ستاب يلا نطلع لفوق شوي يلا ندخل لجوه شوي يلا نمشي خطوة زيادة شوي النص ده موجود في تكوين 32 أفكركم بالحكاية أنتم عارفين أنه يعقوب يعني خدع أخوه وسرق البركة بشكل أو بآخر أخوه ستحلف له زعل فيعقوب الطر يسيب بيت أبو وسافر أميال وطلع لغاية خاله لبان وعاش هناك عشرين سن سبعة في سبعة في ست لأنه الجهوز وجب عياه له وبقى في جولات بينه وبين خاله لبان لأن لبان ما كانش سهل يعني وتعب تعب قوي لعشرين سنة بهدل يعني لأنه اشتغل زي عامل مع البهايم وجب عشر عاية حداشر عاية لسال لغاية في الوقت ده كل ده بعيد عن أبوه أمه فطبعا كانت سنين غربة والجو ما كان شروحي قوي عند لبان لأن البنات كمان تربية ما بين الوسانية وما بين ربنا يعني ما كانوش واخدين من طبع أبوهم كتير يعني ليه أو رحيله لدرجة فاكرين أنه رحيل خدت تمثال أبوها وهي ماشية صنم أبوها ده معناها أنه في عرق وسني كده في العيلة ما نقدرش ننكره وهو راجع بقى نحية بيت أبوه جوم الغلمان قالوله على فكرة عيسو جايب ربعمائة راجل وطالعي قبلك لما وصلته لأخبار أدرك أن عيسو منسيش اللي بينهم لأنه معهوش ربعمائة راجل هو معاه شوية غلمان سرحين بغنم يعني قولوا معاه حتى ميت غلام بس كل دول مش بتوع ساعة مش بتوع حرب يعني فيعقوب اختنى جدا في الوقت ده لأشرين سنة لكن هو مش ما قدرش يدخل في معرك وبعدين دلوقتي فرقبته ستات وعيال فكان إحساسه صعب جدا لما عارف أن عيسو طالع عشان يموت والأول مرة نسمع صلوة طويلة كانت ليعقوب في تكوين اتنين وثلاثين فتكروا الإصحاح ده أول مرة يعقوب يصلي بزمة قال له نجيني من يد أخي لأنه مزمع أن يقتلني إذن يعقوب فهم أن عيسو ناوي موته يقتلني الأم مع البنين يعني مش ياريت علينا ده يموت السبتات والعيال فكان إحساس صعب وبعدين ابتدى يجهز هدايا وبعت الغلمان بهدايا يسبقوني وكلما تقابلوا عيسو سجدوا وقلوا له دي هدية من سيدنا يعقوب لسيدنا عيسو كده يععم قال يعني حنن قلبه شوي لما هو حاسس أن زعلت عيسو مش هتفك بالسهل فلأ ما بدهاش لازم يقول يا رب فابتدى يصلي بحرارة ودي الليلة ياها اللي شاف فيها المسيح وصارعه المسيح صارعه حسب معلمون الأباء جاية منهو شعة 12 بكى يعقوب واصطرحمه يعني يعقوب كان مسك في المسيح زي العيل اللي مسك فيه ما تسبنيش هي موتني مش عاوز أشوف ده معيالي وبقى أنا السبب شوف لك حل فيعقوب كان بيصرخ لربنا طول الليل وعلى آخر الليل حصل لما رأى أنه لا يقدر عليه لا يقدر عليه المسيح عاوز يمشي خلاص الفجر هيطلع والتاني مش رادي يسيبه ضرب حق فخزه فانخلع خبطه كده قال له يعني ما تعملش عامل وتجري تاني كيفية بقى الحركات بتاعت زمان دي كنت تخبط الخبطة وتجري ففي مصارعته معه وقال اطلقني لأنه طلع الفجر فقال لا اطلقك إن لم تباركني بواضح أنها خنائة حب مش خنائة خنائة بجد لأنه ده بيقوله مش هسيبة غير لما تباركني فقال له انت اسمك ايه قال له يعقوب قال له طب كفاية الاسم ده بقى هو عاش بالاسم خلي بالكم الاسم بيأثر على الشخص فيعقوب يعني المتعقب فهو كان مسك في عقبه خو فكان دايما عاوز اللي في ايده خو اللي في ايد لابان هجيبه اللي في ايد عيسو هجيبه عارفين الشخصية اللي ايه اللي تبقى عاوزة توصل لأحسن حاجة عند أحسن عند اي حد في شخصيات كده بيحركها دايما دافع انتهازي كده دافع انا هوصل اللي معك طبعا ده دافع رديق جدا الشخصية وحش فده يعقوب قال له كفاية يا عقوب مش انت شفتني متخنقت معايا مسكت فيه شفت الموت بعناك شفت يعقوب خدك على فت يعقوب كان هيضيعك انت وعيالك ايه رأيك نموت يعقوب ونولد اسرائيل اسرائيل ده مصارع الله او رجل الله خذوه بالمعنى لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بالاسرائيل لانك وده موضوعنا بقى جاهدت مع الله والناس وقدرت او في ترجمات اخرى وغلبت انا انا بأكلمكم في حتة واحدة ومركز فيها هي حكاية اكسترا ستاب خطوة اخرى في العلاقة مع الله او خطوة للغويت او خطوة زيادة في حياتك الروحية او في خدمتك او في تكريسك في يوم من العيام احنا كلنا بنقف على محلك سر في وقتك صال لي بقى لك كام سنة خمس دقايق الصبح وخمس دقايق بالليل هتفضل كده دغاية ما تموت هتفضل كده مفيش خطوة زيادة بعرى الانجيل يوم اه يوم لا كده وعشر دقايق بالكتير انت راضي عن جب هتفضل كده على طول بعترف كل لما افتكر كل كم شعر يا حبيبي فين التوبة فين الجهاد احنا عاوزين ندخل لجوه عاوزين نطلع خطوة لقدام تعالوا نشوف تمشي ازاي يعقوب كان عارف ربنا بس على مسافة من ربنا يعني عامل distance كده بينه وبين ربنا مش عاوز يقرب قوي هو كان عارف ابوه قد ايه قريب بسحاق كان قريب قوي المسيح مرتين وابون ابراهيم شافه كتير ويعقوب حضر ابراهيم فيعقوب عارف جده ابراهيم قد ايه قريب وكان ابون ابراهيم بيحكيله ماشى مع المسيح وضيفه في بيته وشافه يوم كان هيتبح اسحاء واسحاء شافه ازاي يوم كانوا ماخدين منه بير انما يعقوب ما فكرش حتى نفسه شوف المسيح زي هو غير في الليلة دي يعني ما كانتش تغلاها فاهمين عارفين تسمع سيار قدسين كده وتقعد ايه الناس دي يعني ربنا معاهم كأن الموضوع ملكش فيه يقولك بيعملوا خير وبيسفروا وبيكرزوا وبيستشهدوا ماشى شطري بس انت ملكش ده هو بالموضوع كأنك ملكش في السكة دي فيعقوب كان من النوع ده اللي هو ايه انا بس عاوز ده دايا قوي في شباب كده بس عاوز اقرب من ربنا زياد الاحسن يطلب مني طلب انا انا حاب اروح للاماكن اللي على مزاجي وما واشرب الحاجة اللي على مزاجي وما انا مزبط كده ربنا في مسافة معينة مش هنزود على كده بس ربنا ما كانش عاجبه كده ما كانش عاجبه ان يعقوب ابن سحاق ابن ابراهيم اللي بنسميهم الاباء البطاركة يبقى يعقوب المسافة كده ده يعقوب ده ده اللي هيبقى اسرائيل ده هيبقى ابو الاصباط ده ده اللي فيه الوعود فما ينفعش تبقى المسافة كده دايما بيقول لنا المسيح يا حبيبي ما ينفعش تقف بعيد كده ما تيجي تقرب اقتربوا الييا اقترب اليكم اذا كان فيه ميل تاني ربنا يسوع ناوي عليه كان عاوز ياخد يعقوب في حضنه ويعقوب ده زي العيل اللي بيرفص وبيزق ابوه فدخلنا على حاجة اسمها خطوة اجبارية بقى ليه مش انت ملكش في الصلاة طب هتشوف الموت بعنيك بقى ومتعية لك كمان ايه رأيك هتصلي ولا لا لا ده انا انا اصلي ومش هنام ده اللي حصل مع يعقوب انا ما اصدكوش انتم يعقوب ما كانش بتاع صهارات روح هي خالص ملوش في كهك خالص يعني لا يعقوب ده بيتعب في الشغل ويروح نام وضمير ومرتاح ده اخره يعني ومتغز من خاله وخاله متغز منه وهادي العيشة يعني انما في الليلة دي ما فكرش في النوم لانه بعد ساعات هيموت اول اخطر انه هيشوف موت عياله فدي صعبة وقاسية جدا صلى لما عمره ما صلى زي كده وبعدين الصهرة الروحية دي بقى عند الفجر ابتدت تنتج بركات دخلنا في الاكسترا مايل دخلنا في العمق اللي سمعناه عم بترسوا الصبح دخلنا في مستوى علاقة مختلف ما بقى ربنا اللي بقى سمع عنه في الوعظة وربنا اللي نعرف واحد ساب الدنيا وراح الدير عشانه لا ربنا مني لي ايه ده ده مركز معايا ده حبيبي ده بيحبني بجد ده عاوز مني حاجة انا مش في بالي خالص انا حطط له حدود من بدري وهو مصر يختارق الحدود ويقول لي انت لي انا هجيبك انا مش عاوزك تعيش كده انا مستخصر تبقى رقم في التاريخ تعيش وتعمل فلوس وتموت وخلاص لا 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 انت اغلى من كده اعملك نجم في السماء مستنيك دخلنا في صلاة حقيقية امكان يعقوب كان بيصلي صلاة الروتينية بتاعتنا دي يتصلوا كلمتين وخلاص ما هو جده ابراهيم معلم لكن لا ما كانش بيصلي بجد في الليلة دي قال كلام حلو جدا في الصلاة لو رجعت له بس ده مش موضوعنا لكن قال له مثلا انا رب صغير عن جميع الطافك انت كنت حلو قوي معايا طول السنين وانا كنت وحش قوي انا بعصاي عبرت هذا الاردن كان معايا حطة عصاي النهاردة عبدك جيشين يعني عبر عن كل الهلمة اللي معاك ده انا معايا جيشين مش جيش واحد قلت عيال وغنم وغلمان صار وضخمة يعني فقال له انا مش عارفه اقولك ايه انت ديتني كتير قوي وكنتش كويس ابدا مكنتش معاك لكن بص بقى اللي هماني دلوقتي انت قلتلي انا مش هسيبك وانا محتاجك النهاردة لانه من عشرين سنة ظهر له في حلم ما كانش رؤيا ما شافوش بعينه كان في حلم حكاية السلم دي وقال له ما تخافش هكون معاك لكن كل معلوماته عام اذا الميل الاول في حياة يعقوب يعقوب يسمع عن المسيح من ابوه جده واغلابكم واغلابكم لكم ناس في العيلة متدينة بجد يا جوز والدتك يا جوز جدتك يا جوز حد من قريبك انت بتبصله باعجاب انه بيحب ربنا بجد هو مش واخدها واجب زي بينه وبين ربنا حاجة وده شيء بيعجب الناس يعني ما حاجة بيقدر يختلف على شخص يحب ربنا من قلبه بنعرف نقرأه بنميزه وبنغير منه كل واحد فيه نبي بيبقى شايف ان فيه حد قطع شوط قطول منه الميل التاني لا يا حبيبي انت مش هتوقع تسمع عني بقى طول العمر من ابوك وجدك احنا هنبتدي علاقة سوا احنا هنتصاحب عشان يبقى لك انت حكاياتك زيهم مش هما يحكوا حكايات وانت تفضل تسمع انت يبقى لك حكاياتك بقى انت مش اقلم انهم ومن هنا يعقوب كان يتمنى يوصل لللي وصلوله قبل كده كأنه كان عاوز يقول له انت مش هتنزل من عالسلم وتيجي كده نعمل شيك هن ونلمسك ابوه ابراهيم كان بيقول لي بيتمشى معاك وابوه يا صحاق قال لي انك انت باركت البيت طب انا عاوز بقى العلاقة دي قال له لما احنا هندخل على المستوى ده الميل الاول يعقوب كان عاوز الدنيا اللي معطله ان يعقوب عينه في الدنيا يعقوب كان يحب الغنى يعقوب كانت عينه طلعة من رهاصه كده من وقت طبق العاتس فاكرين البكورية وبعدين الباركة طمع مش هنقدر نجمل الصورة كان فيه طمع فهيحب الدنيا واحد عاوز يكسب فلوس عاوز يسبق الناس كلها وده اللي معطله فالعلاقة مع ربنا سطحي الميل التاني لا يعقوب قال له مش عاوز فلوس مش عاوز غنم مش عاوز غير عيش انا وعيالي عاوزك انت بقى لان ما حدش هنقذني غيرك انا عارف كويس ان ما حدش هيعدي الليلة دي غيرك فتحول الطلب الوحيد انا عاوز اك انا مسعاوز بقى له عشرين سنة نجيني من لبان خليه نكسب غنم مسعاوز باركلي في الشغل بتاعي كان بيبارك له وانت هتفضل طول عمرك تصلي يا رب بارك الشغل وحل مشاكل الشغل يا حبيبي ما تدخلك بقى حتى خطوة زيادة شوي هنفضل طول الوقت ونقول يا رب هيجي العريس امتى العيال هتيجي امتى النجاح هيجي امتى الفلوس هتيجي امتى يا اخي وما لطلوبه ملكوت الله باره دي هتاخدها امتى اذا فيه ميل تاني اسمه لا لا اكفر بالدنيا بقى وقول له انا مش لم اطلقك انت المطلوب مش اي حاجة منك كأني بقولكو يا احبائي الى متى تكتفي بمستوى علاقتك بالمسيح ليه راضي عن نفسك كأنك كده كويس كويس على اي قياس كويس ليه انت انت راضي عن نفسك كأنك متدين مسيح عاوز يهملى قلبك اكتر من كده عاوز يشغلك اكتر من كده عاوز يحكي معاك اكتر من كده عاوز يشيل كل اللخبطة اللي جواك انت مش متديله فرصة على فكرة لانك انت ايه متفق مع ضميرك انه كده كويس مع انه كده مش كويس هو لغاية امتى هيبقى فيه محبات اخرى دي اللي كانت معطلة يا عقوب محبة الدنيا محبة النصيب الاكبر محبة الاول لانه كان نمر اثنين فكان مصر يبقى الاول مش اثنين دي تركبته فدي كانت معطلة جدا وده معطل ناس كتير ايه عشان كده القديس يا عقوب يقول ايها الذنان والزواني اما تعلمون ان محبة العالم عداء والله من اراد ان يكون محبا للعالم صار عدوة لله طول ما انت لسه بتحب الدنيا على فكرة ما تجملش الصورة مش هينفع تحب العالم وتحب ربان لانت عدوة ربان ان حب العالم عداوة لله بعدين قال له بقى كلمة جميلة جاهدت مع الناس مع الله والناس وغلبت الميل الاول دايما كل واحد بياخد حقه فكان يعقوب خلي بالكم عارفين نظام التبرير هادي فهم يعني ايه كلمة التبرير النفس يعقوب ضميريا بيقول مانا هو بعلي البكورية زمان فانا من حق البركة وهو البكر ياخد البركة يعقوب ما كانش البكر بس اشتراها بطبعات ناصح فهو يعتبر البكر فكان شايف انه من حق البركة هوصلها باي طريقة بقى ماما قالت لي اعمل عيسو خدها ايه يعني المشكلة يعني بس ده حق برضو ده الميل الاول طول ما انت بتكلم بلغة الحق والمحقوق ده الميل الاول ده اخلاق الدنيا سوريا يا عم مش اخلاق السامة لانك عاوز تاخد حقك بالزبط عاوز مصلحتك حق ايه في الدنيا اللي بتجري وراء يا عميدي احنا بنتكلم عن السامة عن المسيح نفسه فهو كان عاوز دي دماغه كانت في الحتة دي وده ميل الاول ميل التاني مش عاوز حاجة خالص ياخد البكرية ياخد البركة بس يسيب لي العيال يسيب لي الحياة لما بقت الحياة في كفة وكل الدنيا في كفة لا انا عاوز الحياة وعاوز عيالي خلاص النفوس يعني بقت واضحة بقى الميل الاول عيسو مفتاري خلي بالكم معلش الحتة دي اركز فيها اغلبنا بنعرف نلوم اللي حوالينا ونادرا ما بنعرف نلوم نفسنا ده ميل اول ده معطل جدا للحب ده مخليك فقير روحي يعني ناقص بعيد عن القصد الالهي ليه انت دايما شايف انك انت اللي مظلوم والناس اللي مش معدرينك وقدر بسهولة جدا تشوف كل الناس دي في عيوبها انت على البر بر خالص انت لسه ميل الاول او استدخل للميل التاني لازم تعترف انك اوحش واحد في الناس دي كلها ولازم تصدق ان الناس دي كلها احسن منك وربنا يعمل منهم قدسين ولازم تتزل سوريا شوية لان يعقوب في الليلة دي تزل وكمل عليه بخبطة فاخده دي عشان ايه يكسر اي عزة نفسه جواه لا انت حتى هتعجز باتري انا عاوزك تعرف انك بعيف عشان انا اللي اكملك فالميل الاول كان دايما في باله يقول ده عيسو ده مفتاري عيسو اخلاق شوارع عيسو حيموتني يعني انت يا اخوي اللي بريد ايه يا عقوب ما انت سرقت حقه هنتكلم بقى بجد ده انت تنرفس بلد وكنت عامل كده مع خيالك برده جننت وهو جننك فانت يعني ما انتش انت الملك وهو الشيطان يعني مالك لكن في واحد بيبقى ضميره دايما شايف عيسو عيسو يا انا هستحمله اخوه يا بقى هستحمله يا سلام ده احنا اللي مستحملينك على فكر وكتير قوي في الخدمة بشوف المنظر ده ان واحد فكر نفسه جاء على نفسه قوي وانا عاوز اقول له يا عم ده احنا سيلين شيء لا تقيلة انت مش فهمها انت مش شاء انت قلب الموازين ليه كده انت المشكلة فيك انت يعقوب مش في عيسو عيسو ايوه انسان طبيعي مضغاز عشان يتاكل حقه بس على فكرة انسان طيب لانه بيدحك عليه بكلمتين تاني يوم بعدها بكم ساعة خده بالعضن وقعد يعيط ده طيلا عيسو ده عارفين اللي يطلع قوي وينزل قوي ده في ناس كده تغضب قوي ويطلع على فشوشة بس المكار لا مش عيسو المكار لو هنتكلم فبقى الايه اللي يعرف يعمل مؤامرة ويوصل للي هو عاوزه ده مش عيسو ده يعقوب اللي انت كنت شايف انك احسب من كل الناس الميل التاني انا السبب في كل المشاكل دي الروحانية اللي بجاد فاكرين لما يونان قال انا السبب بدأ خلاص نيناو لما يونان قال ارموني انا استاهل انا السبب في كل المشاكل دخل يونان على مرحلة جديدة دخل على خبرة لقاء مع المسيح جوه للحوت دخل على خبرة بجملة بسيطة البلد بالتوب ايه ده ايه الجبروت الروح ايه ده ده الميل التاني بقى ده بطرس يوم الخمسين ده شغل كبير بس ده ما كانش يجي غير لما يقول انا السبب انا السبب في كل حاجة انا اللي وحش مش الناس اللي وحش انا كلمت هنا عن جهاته مع الله هو فضل يتخانق مع ربنا ويقول له طب انا وحش طب انا ندمان انا فعلا نغيظ انا استاهل بس ما تسبنيش طب سمحني غريبا كل ده حصل عشان كده فيه هشع هشع عارف بالروح اللي حصل فقال بكى واسترحمه فعادي يطلب الرحمة طول الليل انما في ميل تاني بقى فيه قفزة جديدة في اكسترا ستاب حصل في علاقته مع عيسو انا عاديين نقول يا عقوب كان في الاول يحب الفلوس وحب الحاجة لنفسه بصوا على الموقف بقى اخذ مما اتى بيده هدية لعيسو اخيه ميتين عنزة ميتين عنزة افتكروا يا جماعة اشترى البكورية بطبع عادس فهمين يعني ده كان يموت واحد عشان نمع زي وعشرين تيس ميتين نعجة عشرين كابش تلاتين ناقة مرضع ده صروة احنا منتكلم كده صروة وولدها أربعين بقرة عشر تيران عشر قتان عشرة حمير صدقوني الكلام ده صروة دلوقت ودفعها الى يد عبيده قطيعا قطيعا على حدة وقال لعبيده اكتازه قدامي وعمله مسافة بين كل قطيع وقطيعا وقال للاولان يبص منساطفك عيسو أخويه لقولك انت المين وإيه ده اللي قدامك تقوله العبدك يعقوب هدية مرسلة لسيدي عيسو وجاي ورانا وقال للتاني والتالت بصه عمال يمشي كام مايل هنا خلي بالكو ده زال بيقطع في جلده يعقوب القديم لو طلع خروف هدية مش هينام طول الليل لأنه ده شق عرق جبيني مش كده ده بيطلع بالملايين لأن الحكاية بقت موت وحياة دلوقت بمثل هذا الكلام تكلمون عيسو حينما تجدونه وتقولوله هو زى عبدك عبدك ده أنت طالع فيها طول عمرك بقت عبدك دلوقت قال أستعطف وجهه بالهدية وبعد ذلك أنظر وجه عسى أن يرفع وجه كل اللي يتمنى يعقوب بسير ده يبص في خلقتي فهمتوا قد إيه وصل للتزلل عسى أن يرفع وجهي يعني لو يرضى يبصيلي بعد اللي عملته فيه أنت حسيت بزنبك فعلا أنت مكسوف من روحك بجد طب كويس لده هيبص في وشك وهياخدك في الحض وعدت الهدية وبات بقى وفي اللباية دي قابل المسيح أفكركم يعقوب عاش من أجل الغنى الأرضي دلوقتي بيقدم الأرض كلها هدية من أجل السلام ده الميل التاني يا جماعة اللي ينطبق عنه الشعار بتاعه اللي هتحفظوه إن كان ممكنا فحسب طاقتكم أصفرت It depends on you بدل في حتة عليك اعملها To the utmost هات أخر اعمل كل ما في وسعك عشان توصل للسلام سالموا جميع الناس فمن أجل السلام يعقوب فرط فصار وضخمة عشان بس طالب حياته طالب خلاص نفسه وطبعا هتتصلة كتير يعقوب عاش ياخد ما يحبش يدي الميل التاني بقى ايه بيدي من غير حساب زكة عاش طول عمره ياخد بعدين فجئنا بزكة بالأربع أضعاف ونص الفلوس للفؤرة ايه ده هو ده الميل التاني هو ده الفرق في الحياة هو ده التغيير الجزري وكمان بالتواضع حصل الآتي بقى رفع يعقوب عينيه ونظر وإيد عيسو مقبل ومعه أربعمائة رجل فقسم الأولاد طبعا مرعوب من المنظر اللي جاي من بعيد ده جيش وبعدين أما هو فاكتاز قدامهم قالك أفديهم كلهم بقى طلع تقدم الصفوف لما بقى بقى فاضل الستات والعيال خلاص كل الغنم طلع هدية وكل غلمان فضل بقى امراته وعياله أما تقدمهم وقال قابلون الأول ويعمل زي ما يعمل وسجد إلى الأرض سبعة مرات اللي كان رفع راسه كأنه محدس يوطي له راسه سبعة مرات باختياره يوطي فركد عيسو اللي قاله طبعا كل اللي اتعامل ده بقى ده يسيح الحجر يعني فعنقوا ووقع على عنقوا وقبلوا وبكيا بكاء عيسو غير بكاء يعقوب في رأي بكاء عيسو وحشتني ونسي الوجع لكن بكاء يعقوب قطر خيرك يا رب وكنت ستخيل انها ترسي على كتب يعقوب بيبكي لكن بيكلم ربنا لانه معقولة حيث بدل ما يطلع السيف ويطع رقابة بياخدني في حضنه أما عيسو رجع الطفل البريء بتاع زمان المحبة تكسب خلي بالكم فوحشتني كنا بنلعب مع بعض زمان انتهت كل فترات الخصام لعمل مجهود كبير قوي عشان ينزع الخصام اللي هو كان متسبب فيه وبعد ما فكوا بقى العناق الشديد المؤثر الرومانسي ده قال له منك كل الجيش داخل عيسو بيقول لي يا عقوب كل ده طلع منك تغيب عشرين سنة وترجع معك كل ده قال له لأجد نعمة في عيني السيدي ده كل ده عشان ندهملك وقولك بس بس تسمحني بس تقبلني أخوك تهني فقال عيسو لي كتير يا أخي أخي ده يعني بقى رجع حبايب أنا عندي تصوره بتعزمه على بعض بعد ما كانوا هيموته بعض بتعزمه فقال يا عقوب لأ لأ على فكرة لو يا عقوب لسه في حتة من بتوع زمان كان يقول له خلاص اللي تريحك بيرجع له هدية بكم مليون مثلا خلاص اللي يريحك مش هضغط عليك لأ ده هبيضغط بقى لأ إن وجدت نعمة فعنيك تاخد هديتي من إيدي لأني رأيت واجهك كما يرى واجه الله ده الميل التاني الميل التاني الفلوس تصغر خالص والناس تكبر قوي الناس تبقى شكلها شكل ربنا أما الدنيا بكل ما فيها تصغر جدا وتبقى تراب تحت رجليك ده الشغل المظبوط ده اللي يخليك إسرائيل إسرائيل بالمعنى الروحي جهدت مع الله والناس وغلبت فقال له خد بركتي اللي ربنا الدهالي وألح عليه فأخذ إذن أختم وأقول إيه هل أنت تعرف تغير طريقتك مع اللي حواليك يعني إيه بدل ما كنت مستني الناس يشجعوك ويكبروك ويمدحوك ويمشوا وراك ينفع أنت اللي تكبر وتمدح وتشجع وترجع الورا ينفع تبقى يوحانا المعمدان اللي ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص وده اللي يخليك تدوق حاجة عمرك ما دقتها بلي كده هل ينفع توصل أنك معترف بخطأك داخليا أنه كل الناس دي أحسن مني والولى رحمة ربنا وساتر وأنا كنت هلكت من بادئي واللي هتفضل لسه مركز في أخطاء اللي حواليك إذن جهدت مع الله والناس وغلبت تفكرنا بالوصية العظمة تحب الرب وتحب قريبك جهدت مع الله أنت بتحب ربنا لسه على البر على الهامش تدي ربنا فتاة اليوم فتاة الدماغ فتاة المشاعر تحب ربنا بترطيف صوابعك وأنا واقف على الباب وأقرأ إن سمع أحد وفتح الباب هدخل ونتعش ربنا عاوز رومانسية وعاوز حب حب بقى وإنت واقف كده من بعيد بتعمله هاي ومع الناس فاكر نفسك بتحب الناس لا يا حبيبي لا بتحب الناس مش بالطريقة دي في مستوات أخرى لحب الناس ادخل لجوه شوية عشان لما تغلب مع ربنا وتغلب مع الناس تبقى إنسان جديد وتبقى قديس بقى نقولها في الله خدناها من تسبح الدنيال ثلاثة يعقوب قديسك أو يعقوب إسرائيل قديسك يعقوب اتنقل من الإنسان الأناني الطماعي لا بقى واحد تاني بقى قديس بجد لأنه عارف يمشي الميل التاني لإلهنا كل مجد وكرام ترجمة نانسي قنقر